سؤال الـ Graph عادةً يا شباب بيسألني على حاجة في الـ Graph نفسه فبارجع للـ Graph وأدور على المعلومات اللي هو وطالبها مني هنا هو مش طالب مني حاجة هو بيقولي الهدف الأساسي من الـ Graph كل على بعض وإيه خلص أسهل طريقة لحل السؤال ده أسهل طريقة إن حضرتك تمسك واحدة واحدة من الإجابات دول وتستعمل الطريقة بتاعة الـ Keywords وتشوف مين من الإجابات دي الـ Keywords اللي فيها كلها موجودة في الـ Graph ومين اللي فيها حاجات مش موجودة خلص دبارات دي أسهل طريقة لكي لا تتعبش نفسك في محاولة فهم الـ Graph والهدف ماشي؟ نبتدي بإيه بس يمين إيه بيولك إلسترات the relationship between أسهل طريقة لكي in different groups of mice إرجاء أسهل طريقة لكي اسم المثال فيه 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 groups of mice هذه lifetime هذه surviving mice يعني اللي بيعيشوا ومش بيموتوا يبال longevity وهنا فيه caloric reduction ب different numbers يبدو ان الاجابة اي حب ويمكن يكون trick كل الاجابات الثانية تبصحها بردو طب تعالى نبص ب highlight how caloric reduction affects cert 3 in different groups of mice mice موجودة و caloric reduction موجودة mice, caloric reduction, lunged أي التلاتة key words موجودين caloric reduction groups of mice موجودين حد فيكو شاف cert 3D في الجراف لا يبقى بالتالي اللي كلا بيضاء c suggest that caloric reduction موجودة affects mice موجودة differently than it affects yeast موجودة موجودة في الجراف وانت في المتحان ممكن ترجع كل شوية تتأكد أنا لسه أريه مكانش فيها yeast مكانش فيه cert 3D طيب D indicate that it is likely impossible مبدئياً likely impossible دي عندنا مشكلة فيها اسمعي to extreme skill عادةً حقونا غلط الـ expression to produce a genetically enhanced super mouse موجودة دي كانت موجودة في الموضوع super mouse هل فيها حاجة تتكلم عن super mouse بص اقرى فوق اقرى تحت اقرى حتى notes اللي تحت no such thing هل هنا تتكلم عن longevity تتكلم عن caloric production حاجات الموجودة بقيت الـ answers كلها لا لكمان فيها 2 extreme skill من level 1 D is wrong A will be the best okay لما تلاقي سؤال على graph وغراف انت حاسس المصعب وسؤاله لك main purpose style graph ما تحاولش تفهم the graph will answer choices unless انت فهموا which is perfect use the graph keyword skill بتاعتنا and try to take the keywords from each of the answer choices compare them to the graph and choose the best one easy